نتنياهو وقف من أسابيع في الأمم المتحدة وحط تصوره عن العلاقات العربية الإسرائيلية وحط تصوره عن مستقبل المنطقة يوم 7 أكتوبر قال احنا نغير الخريطة هل يخرج نتنياهو خسراً بشكل كامل على كل المستويات في نهاية المواجهة دي ولا لا؟ نتنياهو لما جيت أعمل معاه أول انترفيو فمن الصح أنك أنت لما يكون حد مثلاً مش عربي حد أنت ما تعرفهوش جيداً تقرأ عنه كل حاجة لكن بتحاول تكلم ناس يكونوا بيعرفوه عن قرب فسألت زميلة صحفية تعمل في يدعوط إحرنوت وقلت لها يا فلانا يعني أنت بتغطي نشاط نتنياهو لسنوات منذ أن جاء إيه طبيعة الشخصية دي أو إيه كيف يمكن يعني أفهم قانون الفعل ورد الفعل قبل ما أحاور هذا الرجل قالت لي هذا الرجل يكذب مثلما يتنفس تاني نقطة مصلحته الشخصية هي أهم شيء في التاريخ تلاتة يميل للفساد السياسي والفساد المالي طبعاً أنا سمعت الكلام ده وقلت يمكن هي عشان بتنتمي لحزب العمل تكون مضادة له مع مجرى الأحداث كلها الرجل فاسد سياسياً وفاسد مادياً يكذب مثلما يتنفس لا يؤمن بالسلام كل هذه الأمور طيب لازم نفهم بعض النقط في تركيبة الشخصية هذا الرجل عنده مشكلة فيما يسمى بأنف الغير لأن أخوه يوتان اتقتل في عملية استخلاص الرهائن في عنتيبي وحينما خدم فيه هو نتنياهو نفسه بيبي نتنياهو حينما ختم من سنة 67 لسنة 75 في وحدات الرهائن لا لسنة 72 لمدة خمس سنين خدم في وحدة سكوماندوز في الاستخبارات العسكرية وحدة كانت من النخبة فمعلوماته كلها تقوم على فكرة حرب الآخر استخلاص معلومات عن الآخر قتل الآخر اغتيال الآخر بدليل إنه هو كان البطل إذا حبينا نحط عملية البطل في محاولة إعطاء السم لأبو الوليد مشعل خالد مشعل ودي أثارت غضب الملك حسين وجابوله الترياق ودي كانت من العمليات الفشلة فهذا رجل دموي هذا الرجل لا يؤمن بالسلام هذا الرجل أمامه مبادرة سلامة عربية بقى لها 21 سنة مع مدينة